اهلا بحضراتكم مرة تانية لسه معكم من خلال الاهلي ليلة ونرحب بضيفنا في الستوديو الكابتن صديق الجمال نجم الكرة المصرية والنادي الاهلي سابقا وعضو لجنة إدارة اكتشاف المواهب والبحث عن المواهب في النادي الاهلي اهلا بحضرتك كابتن صديق اهلا بك كابتن محمد سعادة بوجودك معنا نهار الله يخليك دانا أسعد قبل ما نتكلم طبعا تفاصيل كتير قوي هنسمع رأي حضرتك فيها فنية وترقبك وتوقعتك لمباراة الغدى مام سنبا خلينا نبدأ بتعليق حضرتك على استئناف القرار السابق باستبعاد الإسماعيلي عارفين الدين نادي الاهلي بيحمل احترام وتقدير لكل الاندية المصرية وتواجدها في البطولات الدولية رأي حضرتك ايه في عودة الإسماعيلي لدور الأول طبعا بداية بقول مبروك ألف مبروك لنادي الاسماعيلي نادي الكبير العريق وجميل نادي الاسماعيلي بعودة القرار طبعا بعد الاستئناف بعودته للبطولة الأفريقية ودي مكسب كبير طبعا للكرة المصرية لما يكون فيه أكتر من فريق بيشارك في البطولات الأفريقية دي بتعود على الاندية وعلى المنتخب بالحاجات مكاسب كبيرة جدا جدا فبارك لنادي الاسماعيلي لأنه يستحق يكون في البطولة الأفريقية بعد الأحداث الأخيرة كان على ما اعتقد في مباراة الأفريقية في مباراة الأفريقية الحمد لله وأنا ببارك لنادي إسماعيل إن شاء الله تكون خلاص نهاية الأزمة والأمور تسير بشكل أفضل إن شاء الله في الفترة الجاية في إدارة الأمور وفي شكل الحدور الجماهيري والأمور الفنية ومسيرة الإسماعيلي كفريق يمثل الكرة المصرية أيضا في البطولة الأفريقية طبعا في مقدمة الأندياة المصرية اللي بتاخدها النادي الأهلي المصري كابتن صديقي خلينا نتكلم مع حضاك شوية عن مباراة سيمبا بعد الفوز الكبير في المباراة الأولى 5-0 شايف إزاي مباراة بكرة مباراة بكرة طبعا نادي الأهلي وسبا تنزاني الأهلي عنده دوافع وعنده حافز كبير جدا إن شاء الله بإذن الله يحسم اللقاء عشان يتصدر المجموعة دي لها منافع كتير على النادي الأهلي كفريق كوريان بتدي ارتياحية في الفترة اللي جاية للمدير الفني في اللعبة بتاعت الفريق الأول يبقى فيها عملية روتيشن يبقى عفلية التغييرات يبقى عنده حيول كتيرة جدا جدا دي مش هتيجي ويكون في ارتياحية ألا ما يحق المكسب المباراة الأولى طبعا انتهت 5-0 سلاحي النادي الأهلي المباراة الثانية الأهلي مركز جامد في المباراة زي ما قلت لحضرتك هتفرق معاه جامد جدا إن المكسب فيها حاجات كتير هتساعد النادي الأهلي الفترة اللي جاي من ضمنها أنه تصدر المجموعة تصدر المجموعة يعني مش يبقى فيه ضغوطات على الفريق المدرب ما شاء الله الفترة الأخيرة عمل شغل كويس مع النادي الأهلي المباراة دي الأهلي مرت هاي فرق كنت تنصدق من مباراة المباراة أكيد أكيد فيه كل مباراة تبقى أفضل من اللي قابليها وبرضو فيه حتة لبعض النقاد وبعض الإعلمين بيعلقوا على أدايا النادي الأهلي سواء في طولة الدوري ألف بطلات الأفريقية الأهلي مرت بظروف صعبة جدا جدا لو أي نادي ثاني مصري مرت بظروف دي ممكن يقع من بعد مباراة أو مباراة فرغم الظروف اللي احنا فيها الحمد لله في فضل اللي يعني كمية الأصابات والتجديدات اللي هي من مكاسب النادي الفترة اللي فاتت برضو الآيب دي بتحتاج فترة لديت أقلم فالحمد لله المدير الفني قدر بخبرته وبكفاءته أنه هو يبقى الفترة اللي فاتت دي كلها يتحكم في الأمور أن يكون تبقى جابية لصالح النادي سواء الناس اللي جات جداد أو الناس اللي طلعت من الأصابات فانا شايف أن المباراة دي هتبقى يعني بالنسبة للنادي الأهلي مش هقول مصرية الحمد لله احنا نصعد بإذن الله بس بتفرق كتير واللعيبة تحطوا في ضغوطات مباراة زي دي ببعضين يحسموا اللقاء بدري الناس ممكن تتخذع في المباراة الأولى يقول لك مثلا الأهلي مش مركز لا الأهلي مركز بعد المباراة الأولية ما خلصت بالسكور كويس والنتيجة وأداء جيد جدا لأيض النادي الأهلي المباراة الثانية حطيهم في أعتقدهم أن بإذن الله النادي الأهلي يفوس فرق المستوى الفني والبدني واسم النادي الأهلي دي بترشح النادي الأهلي بإذن الله أنه يتفوق بكرة في عوامل متغيرات في المباراة بإذن الله بتمنى اللعيبة أنها تقدر تتغلب عليها زي عامل التقص عامل التقص المناخ اللي يلعبوا فيه المناخ عندنا في مصر غير تنزانيا ومثلا أسيوبيا تلاقي درجة الحرارة أو وساعات الرطوبة تبع عليها جدا جدا تأثر على اللعيبة بس في أكتر من لعب أكتر من عنصر في اللعبة النادي الأهلي عندهم خبرات كبيرة يقدروا يتعاملوا مع اللقاء بسواء في أنا عشان كده مدام حضاك انتقلت الحديث عن خبرات اللاعبين مبارح معنا في الأهلي الليلة أستاذ إبراهيم حجازي كان بيقول يا جماعة أنا برفض تماما الحديث عن فكرة التقص والظروف المناخية لأن ده النادي الأهلي وخبراته وجهازه الفني مفهوم ما نتكلمش في موضوع ده خالص عذاك رأيك إيه اللي دايما إشكالية الخبرة والظروف الفعلية اللي الفريق بيواجه أكيد أنا بقايد طبعا راجل الأهلام الكبير أستاذ إبراهيم حجازي وجهة نظره مزبوطة مية بالمية لأن النادي الأهلي عدى المراحل دي كلها يعني مشاركات كتير بطولات أفريقية عنده استحقائة بطولات عربية في كاس العالم الأندية يعني أغلبية اللاعب حتى اللي بيجي عن النادي الأهلي جديد بيتأقلم معهم بيعيش في الأجواء دي وبرضو اللاعب اللي جات من برا النادي اللي كان بيلعب في أسيا واللي كان بيلعب في أفريقيا قبل كده فعندهم الخبرات الكبيرة اللي يتقاهلهم يقودوا المباراة دي فزي ما تفضلت حضرك قلت ما ينفعش بقى نقول إيه التقص والمناخ ولأ لأنه نعدينا المرحلة دي دي تتقال على فريق يكون حديثي لولادة زي بعض الفرق اللي في الدوري مش عايزين نذكر أسماء يعني يكون لسرق الجديد ما عندوش خبرات دولية كبيرة سابق ولا مشاركات قبل كده فدي طبعا دي اللي بترجح كفة النادي الآلي عن أي فريق في مصر والدول العربية وبأفريقيا كتر المشاركات والخبرات الكبيرة اللي اكتسبها في البطولات الأفريقية فدي ما تجيش تقولي لا المباراة بقى صعبة من حتة التقص لما نخلق الآلي اللي عيبته خبرات كبيرة وفنيا بدنيا وما شاء الله الفترة اللي فاتت دي الفريق دخل في فورمة كويسة جدا جدا إن شاء الله ما يتخافش عليها شايف معدلات الأداء بتزيد أو بترتفع يا كابتن صدي أكيد المعدلات بتزيد ما قلت لحضرك المدرب بقاله فترة دلوقتي وبالذات شهر اللي فات أنا يعني إيه اكتسب خبرات في التعامل وشايف كده إنه هو إيه صورة يعني مش كبيرة ومتوسطة من منو الجزي قادر يتعامل مع اللعيبة حتى اللي عاملين في النادي حتى الناس القصة المحيط دي من الأجهزة الفنية من الإدارة ابتدأ يتأقلم كل ده بيتحط في إيه في قدامه النجاح إنه يعرف يوصل إزاي الفترة دي مرحلة ليلة جدا جدا إنه تواصل مع اللعيبة الآلي وممسؤول النادي الآلي هيستفاد دي هتعليه غير إما واحد بيجي بياخد فترة كبيرة على ما يتأقلم ممكن يكون الدنيا هربت شوية وهو قدر يتغلب على بعض الأصابات المباراة اللي هو لعبة سوق في الدوري أو في أفريكيا المستوى الكرف في الطالع لو سقط مباراة أو مبارتين دي وردة يعني حضرتك النادي الأهلي بيلعب ثمان مباريات يعني مثلا في في معدل يعني وقت أيام ليل جدا جدا عندنا ثمان مباراة في ستة وعشرين يوم آه دي لما تيجي تريبا يعني كل أربعة أيام مباراة مظبوطة كبتا محمد لما حضرتك تيجي تحسبها سدقني أي فرقة تانية ممكن كانت تقع بس بسم الله ومشاء الله إنه نحن مكملين الفترة دي اللعيبة منسجمة مع المدرب وحط إيده الحتة الفنية على اللعيبة كلها وكتوظيف في المباريات بدليل أنه فيه أكثر من لعب كسبنا الفترة اللي فاتت بسبب الاستقرار الفني وعلى أرض الملعب بتوجيهات طبعا المدير الفني وجهاز الفني فدي تحسب لمدير الفني الحمد لله إدريت أقلم بسرعة وحط إيده على نقاط أقل كمان أقل من أربعة أيام نتكلم لكل أربعة أيام مباراة بوثنين وثلاثين يوم فعلا ده معدل معنى أنه لو قسمنا العدد دستة عشرين على التامة المباراة هنلاقي معدل ثلاثين ساعة أو ثلاثة يوم ممكن أي حد في الدنيا يجيله مثلا إصابات يجيله جهاد فالحمد لله أنه قادر يتغلب بالجهاز اللي موجود معاه على بعض النقاط دي خلينا نشوف معكم مشاهدين نشوف مع حضرتك بلغتي التقرير ده تقرير نتابعه مع حضراتك عن مباراة الأهل واسنبا التنزيم اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل استعداداته لمواجهة نظيره سنبا التنزيني غدا الثلاثاء في مباراة الجولة الرابعة للمجموعات من دور أبطال إفريقيا سيحاول الأهل الفوز في تنزينيا والتأهل بشكل مبكر إلى دور ثمانية من البطولة الإفريقية من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين في ظل خوض العديد من المباريات المتتالية الأهل بقيادة مديره الفني الأجويني مارت الأسارتي يسعى للفوز على سنبا في العودة خاصة أن مباراة الذهاب حقق فيها الأحمر فوزا كبيرا ومستحقا بخماسية نظيفة وكانت على ملعب برج العرب التي أحرز أهدافها عمر سولية علي معلول جونيور أجيي كريم ندفيد هدفين الأهل يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط وخلفه فيتا كلاب الكنغولي برصيد أربع نقاط فيما ياتي سنبا التنزيني بثلاث نقاط في المركز الثالث ويتذيل شبيبة السورة الترتيب بنقطتين بعد الفوز على سنبا بخماسية خاض الأهل مبارتين يومي الثلاثاء والجمع الماضيين فزم هدفين مقابل هدف على إمبي وهدف من دون رد على حرس الحدود لينعش آماله في المنافسة على لقب الدور المحلي فوز الأهل بخماسية في مباراة الذهاب هو الأكبر له في تاريخ مشاركته بمرحلة مجموعة دور الأبطال والتي قام الاتحاد الإفريقي كاف بتعديل لائحة البطولة في نسخة سبعة وتسعين وجاء أول ظهور للأهل بدور المجموعات في نسخة تسعة وتسعين وإذا كرر الأهل انتصاره على سنبا فإنه سيضمن الصعودة مبكرا بشرط عدم فوز شبيبة السورة الجزائري على فيتا كلاب من الكنغو الديمقراطية في المباراة الأخرى بالمجموعة سيفتقد الأهل المدافع سعد سمير القائد حسام عشور بسبب الإصابة لكنه في المقابل سيرحب بعودة ياسر إبراهيم وعمر السولية في الوقت المناسب قد تشهد مباراة الغد أول مشاركة لرامي ربيعا كأساسي في تشكيل الفريق بعد غياب عن التشكيلة الأساسية لأكثر من عام بسبب الإصابة آمال كبيرة تعقدها الجماهير على الكتيبة الحمراء بالفوز في تنزانيا لتكون خطوة كبيرة نحو تحقيق البطولة الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي كابتن صديق جمال بعد متابعتنا مع حضرتك ومع مشاهدين لهذا التقرير الأصوات التصريحات القادمة من تنزانيا المهانس خالب مرتجي المدير الفاني مارتن لسارتي كل من يتحدث من خلال التواجد مع البعثة هناك يؤكد أنه لا بديل عن الفوز وأنه التركيز دلوقتي مع اللاعبين على أننا ننسى تماماً الخمسة صفر والمباراة اللي فاتت رأيي حضرتك أكيد طبعاً كرار صائب جداً من الإدارة والناس المسؤولين اللي هم مع الفريق يعني ومن المدير الفني لأن المباراة زي موقت حضرتك المباراة الأولية انتهت خمسة صفر الأهلي كان بقى بعد المباراة بيعمل إيه فاصل بين المباراة دي ومباراة اللي جاي على سن اللعبة ما تبقاش برضو إيه تركيز هيقل فدي بتبقى موجودة في لعبة النادي الأهلي سواء قعد مع المجازي الفني أو بعض المسؤولين أن يحفزوا من الحاجة دي لأن كلهم يملكوا من الخبرات أن هي تفصل بين المباراة الأولى ومباراة تانية لأن لو إحنا قعدنا قلنا خمسة صفر يبقى نروح هناك الفريق ده يلعب نفس الجيم هنزل نديهم ستة سابعة ثمانية لا يبقى فيه حسابات تانية لمباراة تانية وأكيد برضو الفريق مش عايز ينزل يخسر في ملعبه بنتيجة سكور كبيرة لأنه برضو صمعت الفريق في بلده بيمثل تانزانيا مش عايز يفرد فينزل يتغلب لا ينزل يقاتل من أول ديئة فهي قابل برضو شراسة وكوة من لعبة النادي الأهلي لأن الدوافع موجودة وحطة أن المدير الفني أكد ويحفز اللعبة قبل المباراة عشان التركيز يبقى عالي جدا 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 وميبقاش فيه تهاون لأن المباراة هي على الورق سهلة خمسة سفر ومباراة تانية لنكسب تلاتة أربعة لا الصعوبة دي بتبقى سهلة على الأهلي لما هو يستصعبها عشان يبقى فيه تركيز عالي جدا جدا وإن شاء الله بإذن الله قادر يحسم اللقاء التاني طيب ذكريتك من الفريق جيلك من النجوم واللعبين في الأهلي يا كابتن سدي كنتوا بتتعاملوا إزاي مع أي سيناريو مشابه لو كسبتوا فريق مثلا في البطولة الأفريقية أربعة أو خمسة سفر بتبقوا عاملين إيه الاحتياطات الفنية اللي بتركيزوا عليها أو في المباراة تانية نفس التركيز بتاع الفترة دي الأهلي على مر العصور سواء في الدور المصري أو في كاس مصري أو بطولة عربية أو بطولة أفريقيا لما الأهلي بيكسب سكور في أي نتيجة مثلا في مباراة أو فيه مباراة عودة أو فيه مباراة تانية بيفصل تماما يعني بص أكن الموتش ده ما تلعبش وفيه مباراة أنا كنت بقول أنه أعتبرنا خلصة سفر سفر وإحنا محتاجين التلاتة بونت بتاع المباراة التانية فدي بتدي حافز بتدي كوة للفريق ما يكونش فيه تهاون ما يكونش فيه تراخي هو الخوف دايما بابي بأن الحافز يقل عشان أنا قادر على الفوز بعدد كبير على المنافز لأن تخسب زي جميل نادر قال لفترة اللي فاتت عايزة النتيجة كلها تبقى سكور زي ما حضرتك تفضلت لا فيه كل مباراة ليها ظروفها بس التركيز ما يكون عالي جدا جدا بيؤدي للنجاح ويخليك تبقى ماشي على السيستم المكسب وأن أنت ما تفردش في أي بنت حتة الأهداف دي طبعا فيها توفيق وعدم توفيق أنا في رأيي فيه مباراة بتبقى صعبة جدا أنا أتمنى أن أنا أكسبها واحد سفر أو اتنين سفر وأطلع منها بمكاسب كبيرة محدش يتصاب أتصدر بيها أنا في الأول هتدين ارتياحية في الفترة اللي بعدين فأنا متأكد الجلدة زي اللي قبليه زي اللي قبليه النادي القليل بيركز في أي مكان في أي بطولة في أي مباراة مين أقوى فريق بصرف النظر عن نتيجهم في موجاتهم مع بعض في مجموعة الأهلي أقوى فريق مع النادي الأهلي لا أكيد فيتا كلاب شباب السورة الجزائري سيمبة تنزيل لا أكيد فيتا كلاب فيتا كلاب أقوى فريق في التلاتة تكتكيا فريق عالي جدا فريق قوي وزي ما احنا رشحنا قلنا إن شاء الله النادي الأهلي وفيتا كلاب هم اللي ساعدوا الفريق السورة الجزائري فريق مكتهد وبيلعب على ملعبه وبيقاتله بتاع بس فنيا مش أعلى من فيتا كلاب وطبعا النادي الأهلي في المقام الأول فأنا شايف أنه فيتا كلاب بعد النادي الأهلي وسيمبة وشباب السورة من فيهم أفضل فنيا ممكن يكون السورة لأنه عنده برضو هي حتة القتال بيقاتل في الملعب أكتر من فريق تنزين الروح القتالية أعلى من وجه النظر حضرتك بالمصر الروح القتالية بيقول لك الروح القتالية تبقى أعلى جدا جدا عن الفريق تنزين بدليل حتى المباريات ما بيغسرش سكور كبير يعني فيتا كلاب بكسب سيمبة على ما أعتقد خمسة أو ستة على ما أعتقد سكور عالي ونادي الأهلي كسب خمسة فبرضو بتفرق في الخطوط بتاعته غير السورة بيقاتل شوية بيطلع بنتائج في العزيم أقل في السكور شوية طيب شكل الفريق خلال شهر يناير سواء في طولة أفريقيا أو بنتكلم عن الأداء في الدوري المبتاز كمان حظاك شايف أداء الفريق إزاي ونتائجه في الفترة الأخيرة نتائج النادي الأهلي في طولة الدوري نتائج أنا بعتبرها جيدة جدا بدليل الانتصارات المتثالية للفريق الأول في النادي الأهلي رغم زي ما قلت لحضرك الصعوبات ورغم في معوقات في طريق النادي الأهلي أنه هو في مباراة بيخش فيها كل مباراة بيطلع واحد مصاب في مباراة بيبقى داخل فيها وفي أكتر من عنصر من الأعناصر الأساسية مصابية والنادي الأهلي يتغلب على دي وينزل يجيب التلاتة بونط في مباراة الأهلي اكسبها جاب أهداف كتير في مثلا مباراة بتطلع واحد سفر زي المباراة الأخيرة بتاع تحرص الحدود أو بعض المباراة تلات واحد سفر قبلها ام بي اتنين واحد اه قبلها المباراتين دول الجمهور قال أنه كان مجدود جدا فيهم لأن التوتر والفرق هدف واحد وإحنا بنحاول نجمع أكبر قدر من النقاط في الوقت ده الجمهور النادي الأهلي بيقلق لأن الجمهور الأهلي متعود على المكسب ومتعود على المكسب والأداء وعايز سكور بس الفترة الحالية الأهلي دخل فيه إصلاح وتجديد في الفرقة فيه ناصر جديد دخلت على الفرقة فيه إصابات كتير برضو الجمهور زي ما قلت حددك عايز دي بس برضو عنده وعي كبير وعنده ثقافة قروية جمهور نادي الأهلي جمهور كبير ومثقف وعارب برضو الظروف يمر بها النادي كان فيه مساندة كبيرة جدا جمهور يعني جمهور عظيم يعني الجمهور ده يتخيل بقى ودور كمان في الملعب رغم الظروف اللي احنا فيها الآله يبقى أقوى من كده طيب ايه سبب التغير أو التباين في الأداء من مباراة لأخر السبب الأول حتة انا قلت لحضر لك أكتر من عنصر في مراكز حساسة فيهم أصابات فدي بتأثر على الأداء الفريق بس الآله في تصاعد رغم الظروف دي وكل مباراة بتبقى أفضل من التانية أنا قلت لحضر لك والأهل يتصدر أفريقيا هيبقى عنده ارتاحية مش هيفيه ضغطات عليه الآله لوقتي مطالب بالمكسب وقلت لحضر لك تمام مباراة في 26 يوم يعني لما جميع معدل صعب جدا لما جميع لذي الأهل يتقعد تحسبها كده بالورا وقلت لها الحمد لله احنا في نعمة ان احنا بنتحدى الصعاب والحياة اللي احنا فيها كنادي أهلي وفيه مكسب والمكسب بيجيب مكسب انما حتة الأداء الجميع لازم تقلق تعويط على المكسب بس برضو الجميع لازم تعذر فرقة الكورة في نادي الأهل وتعذر الموديل الفني ان الظروف دي لو اي نادي تاني مر بيها صدقني مش هيجمع النقاط دي الكل متفق على ده كانت نصدية بس الناس متفقلة بالفترة الجاية بالمؤشرات والأداء والنتائج بعد الصفقات الجديدة وبعد التعاقد مع العسارتي والشكل اللي ظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة انه قادر يحقق الفوز بعدد كبير من الأهداف الجمهور عايز شوفه ده بقى في كل مباراة وده تحدي صعب جدا قدام الجهاز الفني الملعب تحدي صعب بس الأهل قادر بإذن الله زي ما قلت لحضرتك كل ما يكون فيه استقرار فني واستقرار إداري الحمد لله الاستقرار الإداري موجود على مر العصور لأن النادي القلب يفصل بين الحتة الإدارية وحتة الحتة الفنية للملعب فالاستقرار الفني اللي موجود بالناس اللي شغالة في الجهاز الفني عاملين حالة كويسة جدا جدا المغفرين للمدرب جو بيشتغل في مناق كويس جدا فهو مع التدعيمات ومع عودة المصابين وفيه حاجة برضو مهمة جدا جدا يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة نادي القلب الجهاز الفني والكامتن سيد عبد حفيز قدروا أنهم يجددوا لبعض اللعيبة دي بتدي استقرار أكبر من اللي موجود سواء للعيبة أو لفريق الكورة أن اللعيبة مميزة جدا وعنصر مؤسرة في فريق لما أنت كمان بتجدد معها بتدر تحية للمدرب بتدر تحية للعيب نفسه أنه هو جدد ما بلعبش تحت ضغطات أنا قاعد أنا ماشي كل العوامل دي هتبقى إيجابية في صالح النادي الأقل الفترة اللي جاية إن شاء الله يشوفوا أداء وشوفوا سكور بإذن الله ويشوفوا النادي الأقل في حالة كويسة جدا يعني كمان حضائك شايف تأثير إيجابي لفكرة أن الإدارة حريصة على تجديد التعاقدات مع اللاعبين قبل ما ندخل في الموسم الأخير اللي بيبعند اللعب حق الانتقالات فيه عشان ما نشتتش اللاعبين أو تركزهم يقل أكيد من أهم المميزات للناس اللي موجودة إنه قدر تقنع اللعب إنه هو يجدد يعني ما شبقاش فيه ضغوطات عليه متوتر يعني في بعض اللعيبة مشت من النادي الأقل هجدد مش هجدد وممكن يكونوا أحد يكلمهم من بره إنما دول مستقرين مع النادي الأقل وبيحب النادي الأقل زي مثلا ندفد أو زي علي معلول أو زي السولية مع ندفد إنت شفت حضارك الحالة اللي هو فيها يستهل إنه إنت تجدد له وأكيد عنده إمكانيات أعلى من كده كمان ما يكون فيه استقرار إن الراجل جدد وموجود في ندي من أهم مكاسب الفترة اللي فاتت كريم طبعا كريم وناصر وعودة أغيه وعلي معلول كنت رمضان صبحي على فكرة من الناس من العوامل المؤسرة جدا 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 في تيب النادي الأقل لما يرجع لحالته اللي كان فيها قبل ما يسافر من مصر عنده إمكانيات عالية جدا جدا المباريات بإذن الله وليقت المباريات هتجيب رمضان لأنه ممكن ما كانت بيشارك بره بصفة أساسية فكل المباريات اللي بعرفة النادي الأقل إن شاء الله ربني بدعني الأصابات ويرجع للفرمة بتاعته ده فرأة لوحده رمضان اللعب كبير جدا طبعا وعنده مهارات غير عادية يعني عنده قدرات غير عادية وعنده إمكانيات إن شاء الله يسخرها لصالح فريد النادي الأقل ويشتغل مع الفرأة نفسه قبل ما يسافر بره يحترف يعني عنده كوة يعني كوة ضربة للنادي الأقل بإذن الله مع اللعب اللي موجودين مع حسين الشحات مع اسموه فتحي بتاع أمبي مع جيرالدو مع جيرالدو المجموعة دي إن شاء الله انسجمت مع النادي الأقل وحمدي فتحي وياسر وحمدي وياسر كل المجموعة الجديدة كل المجموعة دي إن شاء الله الفترة اللي جاية بيده ارتحال المدير الفني وبإذن الله ينقلوا النادي الأقل في المكانة بتاعته الطبيعية بإذن الله إلى أي مدى بدأت بصمات لصارتي الفنية وشكل أداء الفريق وشخصية أداء الفريق تبان في المباريات تأثير لصارتي فنيا على الفريق تأثير لصارتي بعد المباريات اللي قدم على النادي سواء بطولة الدورة أو بطولة أفريقية أنا شايف أنها واضحة بنسبة 70% لأنه برضو كل ما ينسجم أكتر مع الفريق والرؤية بتبقى زي ما قلت لك هو الفترة اللي فاتت كون الرؤية فنية عالية ولعبت الأهل الحمد لله كلهم كل واحد عارف إمكانياته وعارف يوظفها لصالح الفريق هو كمان المدير الفني زي ما اللعب عنده أكتر المدير الفني عنده أعلى سواء إمكانيات خطتي أو تاكتك في الملعب كل ما يتوفر له العناصر الموجودة ولعبك كويسة إن شاء الله كلها موجودة فيه أصابات كل ما يكون تأثيره على الفريق هو من إمكانيات اللي عنده هتطلع أكتر المدير الفني هيعلم زي ما الفرقة الكرة بتاعها المدير الفني بيعلم معه من خطتي وبيعرفوا اللعبين وقدراتهم أكتر وبيعرفوا المعيشة مع الفريق لما يكون بقى لك شهرين تلاتة مع الفرقة غير ما بقى لك شهر وبرضو لعبت الأهلي تريح أي مدرب من ناحية الفنية من ناحية السلوكية الانضباطية والجهاز المعاون ليه ما عملله حالة كويسة جدا فهو كمان عنده قدرات المدرب لأنه مدرب كبير بصمت واضحة بدليل إنه هو إن شاء الله بإذن الله يعود للمنافسة طولة الدوري المكسب بيجيب مكسب وربنا يكرمه إن شاء الله بكرا برضو المكسب في أفريقيا بيعلي الفرقة وبيعليه هو كمدرب السكة بتاعته بتزيد وكل الإمكانات اللي عنده حتطلع للنادي الأهلي الشكل الأقرب لأن لصارتي يطبقه مع الفريق في الفترة الجاية هل تعتقد إنه هنوصل للشكل اللي فيه 11 لعب بيشاركه بشكل أساسي إلا في حالات الإصابات مع تغييرين على الأكثر ولا حضاك متوقعا لصارتي اعتمد أكتر على عملية روتيشن وتغييرات كتير أن فيها عناصر بتدخل وتخرج من الفريق في كل المباريات هي عملية روتيشن غزبا عنه مضغوط بيها سواء كانت من إصابات أو سواء كانت فيه ناس بعض المراكز لسه برضو هو حط التدماغه مراكز معينة ودي كانت من الأعمدة الأساسية زي الحتة بتاعت قلب الدفاع نص الملعب اللي هو المحور الديفندر أو رأس الحربة السابت فيه متغيرات في الاتنادي الأهلي فغزبا عنه ممكن يكون فيه تغييرات إنما لما يلاقي العناصر كلها متواجدة يلاقي فيه بدل رأس حربة اتنين رأس حربة يلاقي الناس كلها الحتة اللي في قلب الدفاع إن شاء الله مفيش إصابات ممكن يعتمد على 11 في بعض المباريات وفي عدد مباريات أكتر يبقى ثبت التشكيل اللي هو عارف إن فيه لعيبة هتلعب أساسيين في الفرقة مفيش تغييرات هيبقى مضطرة إنه يغير بيها سواء من إصابات أو مثلا يكون فيه إقفاط أو مراكز فيها نقص فكل ما يكون فيه لعيبة جوزية أكتر مفيش إصابات هتديره الارتحية في اختيار الحداشر المناسبين إنه يقدّي بيهم أكتر مم مباراة وبيبقى فيه بدائل بنفس درجة القوة كمان بكل مباراة أكيد لما يكون عندك أزارو ومروان الاتنين كويسين ومحصن وصلاح محصن لو لايب برأس حربة واحد هيبقى فيه واحد على البنك أو مثلا اتنين سب التشكيل تخيل التلاتة مش موجودين فبيلعب بنص الملعب بيبقى رأس حربة وهمة أجايه الناصر ماهر وإن كان أجايه بيقدر يقوم بجوردة بيقدر يلعب رأس حربة أكيد بس الحتة الفنية تكتكيم في الملعب هو مش رأس حربة فكل الحاجة دي لما الناصر دي يكون موجودة تحركاته في المركز ده مش بنسبة مية في المية زي رأس الحربة رأس الحربة بيتحرك على الأجناية بيعمل خلق مساحة للناس اللي جاي من نص الملعب بياخد هاي حذيك بتقول اللعب اللي في مركزه جاهز وفيته بيلعب بيبقى أفضل بنسبة من إن أنا أجيب لعب تاني بإمكانيات عالية في المركز ده غير المركز هتبقى منتظر منه يؤدي بس مش بنفس القوة مكانه بيلعب في الحتة اللي قدام هيلعب فيها يؤدي شوية زي بعض اللعيبة كانوا في المنزل القلي بيؤدوا كويس بس مزيح وصام عشور وعندهم الحتة الهجومية والدفعية لأن كل مكان ليه مهام معينة وليه لعيبته فكل ما يكون اللعيبة جاهزة وما فيش إصابات وفيه وفرة لعيبة كويسة المدرب كل ما يثبت التشكيل ويلعب به مع عدد مبارات كتير مش بقى فيه تغييرات كتير خلينا نرجع مع حضرتك ومع مشاهدينا بعد متابعة التقرير التالي ونتكلم عن اللاعبين اللي بدأوا يدخلوا بقوة في التشكيل الأساسي فور التعاقد معهم منهم قبل إصابته محمد محمود وأيضا ياسر إبراهيم وحمدي فتحي إيه سر اللاعب وإحسن الشحاد طبعا من النجوم اللي تم الاعتماد عليهم بشكل فور التعاقد معهم خلينا نتكلم عن سر حصول لاعب على فرصة في التشكيل الأساسي للأهلي فور التعاقد معهم جمهور الأهلي في التقرير التالي بعض جماهير الأهلي تجيب عن السؤال التالي هل هناك علاقة بين فوز الأهلي وفرص فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية وبين تصدره لمجموعة ووجوده على قمة المجموعة خلونا نشوف رأي الجماهير في هذا التقرير فترة دي بصراحة أوروبية بصراحة يعني يعني نحن بنين نتفرق دلوقتي على الأهلي وإحنا مستمتعين فعلاً لداء أهلي حتى لو القدر اللي إحنا أخسرنا يعني كون مبسوطين إحنا بتفرق على الأهلي ومبسوطين إحنا بشجع على أهلي فعلاً يعني كلنا نتمنى إن شاء الله أن ما حصلش نفس مشكلة كل يعني مشكلة بالعلى سنتين بتحصل وأنا حسس فين فعل المدرب لصارتي مدرب كويس والدنيا يعني حد لوقتي الدنيا ماشية كويس وبدأنا نتحسن واللعيبة بدأت تفهم بعضه أكتر عن الأول المدرب لصارتي يعني يعني عائم بموجود كبير رجع شخصية الأهلي تاني واستحوازه في الملعب وإزاي يعف يسيطر على اللعيبة ومقسم اللعيبة للأماكن بتاعتها مصبوطة بعد طبعاً لكاء المكاسة والماتش اللفات الأهلي طريقة اللعبة تغير خلص عن ما كنا شايفونه مع المدرب القديم وبدأنا نشوف الليها جملة لعيبة مع بعض غير طريقة اللعبة الكرة العالية بدأنا نشوف كرة على الأرض فإن شاء الله الأهلي يبقى تسعى في السنة إن شاء الله تشايف إن النسبة بتاعتنا بدأت تعلى بس نسبة الأصابات هي اللي بتتكسرنا شوي وربنا يكرم إن شاء الله وناخد البطولة والله يماشر الأهلي هو فريق لا إعلاء علي نادي الأهلي هو فريق كبير وهو بتاع البطولات هذا حقه سواء أفريقيا أو سواء مستوى الدوري المصري أو كاس المصري بإذنك يا رب بإذنك يا رب أنا حاس أنه هيتصدر المجموعة ويأخد البطولة بإذن الله إن شاء الله هيقدم مستوى حلو المدرب الجديد فكره حلو وعارف إمكانات اللعبة اللي عنده هو أصلا فكره يعني ماشي مع النادي الأهلي وكده وإن شاء الله النادي الأهلي هيكسب البطولة دي بإذن الله بإذن الله الأهلي السنة ده يأخد أبطال أفريقيا بإذن الله يعني وهيأخد الدور برضو السنة دي إن شاء الله هيا يكون مؤثر إيجابي عشان نفوز بطولة أفريقيا ونحقق القصورة بتاعت النهائي السنة الفاتد وإن شاء الله العيبة رجالة وعلى الجبنان البطول إن شاء الله الأهلي اتحسن كتير وعلى الفترة اللي فاتت. وبرضو مستوى اللي عيبها تحسن على الاول. ففيه تطور في النسجي الاهلي الايام دي ايه. تفضل ايك هتنصديق رأيك ايه في التقرير? طبعا تقرير اه جميل من الجميل نادي الاهلي العظيم يعني. الناس يعني شو واحد بقول لك حتى لو الاهلي خسر احنا مستمتعين. طبعا بيقول لها كده يعني ايه. وبيقول حتى لو الخريق قدم عليه. يعني الشكل اللي في الملعب واكتهد وفيه نجوم في الملعب. اه. وفيه واحد طبعا مبسوط من المدير الفني لسراتي بقول لك مؤسر مؤسر جدا على اللابين الفترة الاخيرة. يعني بمعنى انه وفرت شخصيته على الفريق. وديه حالة كويسة جدا. انه بشكر في الميدان. واحد طبعا قالك اكيد الاهلي اهلي البطولات. نخش اي بطولة لازم يخدها. فيه واحد عايز الاهلي يتصدر عشان البطولة الافريقية. يعني الناس اراءها كويسة جدا جدا. وعندها طموح مشروع. وبيقول لك المدير الفكر وماشي مع الاهلي. يعني مبسوطين منه جدا يعني. ودي حاجة مبشرة. وفيه حالة متفاقل في كل الاراء مجمع الاراء اللي اسمعناها بطول ان الجمهور شايف الاهلي افضل. الفريق افضل. ومتفاقل ان الاهلي قادر على تحقيق بطولة الدوري. ودوري ابطال افريقيا. واكيد حتى الكابتن الاخير قالك الاهلي تحسن كتير وتطور. فدي طبعا الكلام ده كله يتصبف مصطحة المدرب. انه زي لما اتفضلت قلت لحضرتك. الفتر اللي فاتت هو ليه بصمة. كان ليه دور. بس هو طبعا فيه اكتر من كده ان شاء الله يقدمه النادي الاهلي. بس اراء طبعا كويسة جدا. وماشي على جمهور. على شغل اللي صارتي جيد جدا وايجابي. اه اكيد. الفعل عند الجمهور. اكيد. اكيد. الناس اه شايفة ومقتنع ان الراجل ده بيشتغل وعنده رؤية فنية وعنده شيء يضيفه الفن. اكيد. انا اترك جميل ندي الاهلي كلها. عندها وعي وعندها ثقافة. وبتنقل كل حاجة. يعني لو مفيش رضا على المدرب. كتلاقيت عكس الكلام ده. بس كلها اشادة. يبقى المدرب قاين بدوره على اكمل واجه الفترة اللي فاتت. طيب. هنرجع نتكلم عن الى اي مدى تعتقد انه هيصل او في يصل الادراك او المعرفة الكاملة لافضل شكل لكل لعب وقدرات كل اللاعبين يكون ملم بكل التفاصيل الفنية لكل لعب. رغم قصر الفترة اللي تولى فيها المسؤولية لحد دلوقتي. ايه طبعا الفترة اللي هي عاشها الفترة اللي فاتت. هو كون فكرته وكون رؤيته الفنية على كل لعب. بس فيه لعيبة هو طالب منها اكتر من كده. يعني عنده ايه شايف مثلا لعيبة معينة في التلتة الاخراني. عندهم امكانيات اعلى من كده. هو بيشتغل عليه عشان يتطور الاداء معاه. اه الفكرة كلها احنا هو جيه اعتبر الدور التاني. قدام ان شاء الله باذن الله الدور التاني. عنده البطولة الافريكية. وعنده بطولة الدوري. اه الفترة دي كلها المنافسة وبطولة الكاس مصر. ديها الفترة دي هتبين له كل امكانيات اكتر بتاعة لعيبة النادي الاهلي. هو كون كل حاجة. بس انا متأكد الفترة اللي جاية. بعد ما الناس اطلع من الاسابات. وبعد العيبة معينة. يرجعوا للملعب. ويوصلوا الفرمة عالية جدا. وحالتهم. هو فكرته هتبقى النظرة الاخيرة ليه هو. هيحط ايده بقى على ايه. على العيبة اللي هو هتبقى يعتمد عليها. اه تبقى موجودة في في القومة الاساسية بتاع الفريق. انه هو يعتمد عليها على طول بعد كده. يعني حضاك بتقول انه بتأكد انه مع الوقت حيبقى التغيير ايضا في اضيق الحدود. هنوصل لمرحلة التشكيل الشبه الثالث. اكيد اكيد. ما انا قلت لك عملية التغييرات او الروتيشن بيعملها امتى? لما يكون محتوط تحت ضغط. فيه ظروف اصابات. فيه ظروف نسل جاية جديد ما تقلموش. كل الناس دي ما ترجع لحاليتها الطبيعية. والاهل بالجهوزية بتاعته. هو بقى بيقدر اختياراته. اه بتبقى فيها دقة. ما بقاش مضغوط هو كمان. هيحط ايده على كل مستوى كل لعب. ويعتمد عليهم الفترة اللي جاية. وان شاء الله كمان في الموسم الجديد. هيبقى التغييرات او لو عايز يجيب تدعيم. هيبقى في اقل الحدود. لو عنده عناصر مميزة جدا جدا. ما افتكرش النادل الايجيب حد كتير. لان كل اللي موجودين دول. حتى في مراكز الدفاع والهاف دفندر حتى ده تم دعم الفريبي في الفترة الفريبي. تم والمبارات الاخيرة. هزبتك كده حتى شوف سعد لما لما دخلت. وجيت صاب. دخل ياسر ابراهيم. اه. رجع رامي ربيعة. وعلى فكرة. ورامي ربيعة يرجع. مهم جدا. من العراصر مهمة جدا. نص ملعب برضو يبقى كده. على فكرة سعد حاجة بسيطة وان شاء الله الموتش الجاي. يعني الحمد لله مش مؤسرة يعني. يفضلوا انهم يريحوه. عشان ما تبقاش تبقى تتفاكم الاسابة او يحصل زي ما حصل قبل كده. فالفترة اللي جاية ان شاء الله. المدرب خلاص حطي ايده على كل حاجة في النادي الاهلي. والشغل العالي بتاعه جدا جدا. والبصمة الكبيرة هتباني الفترة اللي جاية. بالجمهور كمان من الحاجات المؤشرات الايجابية. الجمهور سعيد بها جدا. دخول لعبين من الصفقات الجديدة. مش بس في الشقة الهجومي. كمان في الجوانب الدفاعية زي حمدي فتح جاسر ابراهيم. الى التشكيل الاساسي مباشرة. بعد التعاقد معهم بشكل مباشر. دي. دي. رأي حضرك ايه? وليه قدروا ياخدوا المكان ده بسرعة في الصفقات. دي من اهم المكاسب الفنية. بالنسبة للناس اللي جئون في تدعمات. وحجزوا مكان في الفريق. يعني ان هما دخلوا. والحمد لله لاب. وفي ناس فيهم كمان سجلت. زي حمدي فتح. في الحتة دي. حافظها كويس جدا جدا. بدل الاهلي كان متمسك ان هو يضموا للنادي الاهلي. فلما دخل. الحمد لله مباراة ومباراتين. تحس ان هو موجود بقاله فترة كبيرة. نفس الكلام لحسين الشحات. بعض مباراة ومبارات تانية ومبارات تالتة. تحس ان هو موجود بقاله فترة بيلعب في تيم النادي الاهلي. امكانيات اللاعب الفنية هي اللي بتقاهله وبترشحه. ان هو يكون متواجد ويحجز مكان مع الفريق الاساسي. الهناصر كلها مميزة. واضافة للعيبة النادي الاهلي الموجودين. ومش منفراغ ان انت تخش وتحجز مكان. برضو لازم يكون عندك الحتة الفنية عالية. البدنية. عندك انت لعيب تكتيكي. لعيب التكنيك بتاعك عالي جدا. في الملعب. الحاجات دي كلها بتوفر لك مكان في فيتيم النادي الاهلي. ان برضو مش اي حد يجي من بره النادي كابتا محمد. ان يخش على طول. ويقدر فورا ياخد مكان في التشكيل الاساسي. ويلعب نادرا. طبعا ايه التوفيق طبعا بتاع ربنا. بس العيب بيبقى جاي مؤهل. بدليل النادي الاهلي بيدفع فيه مبالغ. عشان عارف ان هو ده. والاختيار فنيا كان سليم. اه. اخيار اللاعب ده. ايه. فيه سمة وصفات لعب النادي الاهلي. الروح الفنية للحمراء. والحطة الفنية عالية جدا جدا. والبدنية عالية جدا. يبقى تقايل ان هو يكون متواجد مع فرقة الاهلي. كلهم اللي جوم بسم الله ما شاء الله. ربنا يبقى عنهم الاسابات. مؤهلين ان هم يكونوا موجودين في الفريق. ومستوى بيزيد مبراء عن مبراء. مشوار الاهلي في الدوري. هل يعني حداك شفت كم التفاول اللي شفناه في قراء الجماهير في التقرير السابق. اه. حداك شايف ازاي فرص الاهلي في الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم. ومصار الاهلي فنيا في الدوري. ومؤشر اداءه في المبارات الاخير. الاهلي طبعا بطولة الدوري. البطولة المحببة الجميلة دي الاهلي. لما دخل دور الابطال. برضو انت عارف ايه ليه قيمة وكامة عشان كاسا عامل الان دي. بس الاهلي البطولة دي المعتادة اللي هم يتعود عليها بياخدها. آآ في كل الظروف اللي كان بيمر بيها. كان بياخد بطولة الدوري. فطبعا آآ 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 او الطموح مشروع وطموح كبير عند جميع الدي الاهلي. والاهلي كدير بحاجة زي كده. الحمد لله كسب المؤجلات اللي فاتت في رغم الصعوبات اللي مر بيها. وبينفس بكوة لبطولة الدوري. بطولة الدوري هي عدد مبارات الفريق المتصدر فيه بينها كوبين ومباراتين في أرض الملعب. آآ النادي الأهلي قادر سواء الفريق الأول أو الثاني اللي بعده قادر أنه تخطهم بعودة الروح تحت لعيبة النادي الأهلي بعودة المكاسب باستقرار الفني اللعيبة وعودة المصابين الأهلي بيننفس بقوة وانتعرف الأهلي لما بيجهز ما فيش حد بيوفق قدامه يعني آه المباراة فيه توفيق وعدم توفيق وممكن الأهلي احنا فيه طموحات كبيرة إنه إن شاء الله يكسب كل المباراة ممكن يقع منه تعادل يحصل أي حاجة برضو الفريق منافس نفس الكلام بيكسب فيه متشاب بصعوبة وممكن بيتعادل بيحصل أي حاجة بس هي المرحلة اللي فاتت دي الجمهور طالب فيها الفوز بكل النقاط عشان كيه بقول لحضرتك إن الجمهور كان بيتوتر جداً أما الفريق يبقى هدف واحد أو إن فريق يقترب من التعادل في أي وقت من سيناريو المباراة ده بيوتر الجمهور جداً طموح جمهور الأهلي مشروع ورؤيتهم الفنية زي المدربين وزي الأجهزة الفنية جمهور الأهلي مثقف يعني فاهم يعني ايه تنزل تكسب اتنين تلاتة وتقدي تعمل أداء بس أنا برضو احنا بنوصل للجمهور يعني ايه حاجة بسيطة على اللي عنده إن في مباراة ما ينفعش ننزل نكسب سكور في الظروف اللي احنا لأن انت بتلعب فرق فريق هينزل مثلاً درجة تانية بيجي تكتل قدامك وبيلعب من نص ملعابه وبيلعب زون ديفنس أو بيقفل بيقفلك بيقفل مفاتيح اللي عابة بتاعتك انت مطلوب منك مجهود مضاعف عشان تنزل تجيب التلاتة بونت فإننا نكسب الفترة اللي فاتت المباراة دي فيه زي ما قلت حدك فيه تتبين في بعض الأداء في بعض المباراة لازم وارد بس المهم المحصلة النوعية إن احنا ناخد تلاتة بونت فأنا بقول الأداء بتحسن مع كتر المكسب والنتاج الإيجابية لفريق كرة في النادي الآلي البطولة لسه في الملعب النادي الآلي فريق كبير وبينافس بكوة وزي ما قلت حضرتك في الظروف اللي مر بيها النادي الآلي لو مر بيها الأول أو الثاني صعب جدا كان يوصلوا لمرحلة اللي وصل بيها النادي الآلي ده اللي بيغيب عنه اتنين لعيبة أو تلاتة أداءه بيهتز الجمايير بتزوم عليه ممكن يكسب واحد بالعافية وبعدين يبص بقى يقولك اصلي مش عارف مين الحكم ده ايه اصلي ده مش عارف ايه احنا الحمد لله زي ما انا قلت كده في برضو الحديث خدنا انا بحيي كرارات النادي الآلي اللي خدها مع اتحاد الكورة او مع الاتحاد العربي او مع اي اتحادات في العالم النادي الآلي لنادي المبادئ ونادي القيم ومركز مجلس إدارة أفعال مش مركز كلام بس احنا الحمد لله بحييهم جدا على كل الكرارات اللي خدوها الأخيرة اللي ما فيش حد يتعدى على حقوق النادي الآلي النادي الآلي في الملعب بس لو انتلاحظ وكمان اللاعبين اللي تم اختيارهم اللي النادي الآهلي أكد والمسؤولين في النادي الآهلي أكد كابتن صدين الأولوية كانت لللاعب المحب لهذا الكيان المنتمي لهذا الكيان اللي حتى فضل بعض الحساباتلفية الفنية والتوجد في النادي الآهلي عن أمور مالية كانت أفضل بالنسبة له لو استمر في مكانه أكيد أبتن محمد أكتر من حديث مع حضرتك هي جملة والحمد لله الوحيد معتد عليها اللي بيحب الآهلي الأهلي بيحبه اللعيب اللي بيحب الأهلي أو الإداري أو المدرب اللي يحافظ على حبه مش يمشي من نادي و بعدين يجي لقطات صورة تسكرية للنجوم الجدد ولللاعبين وصور لسارتي وعلقته الودية الحوية مع اللاعبين يعني فيه صور كتيرة بتقول إن فيه جو مختلف في النادي الأهلي جو العيلة جو العيلة جو حب جو استكرار الأهلي لما بيجيب لعيب حاس اللعيب ده بيحب النادي الأهلي أنت قلت الأهلي بيجيب اللي هو عايزه بيحب النادي بيجيبه عشان ينزل يقدي عشان عارف هيحمل لقطات قدامنا على الشاشة احنا بنسمع حضرتك والناس جوه النادي هذا المجتمع وبيصور عمال الفريق الفريق العمل اللي معاهم بيساعدهم لسارتي وتعاملوا بشكل أخوي وودي جدا مع اللاعبين مجموعة صور مع جيرالدو مع عدب من اللاعبين مع ياسر إبراهيم مع كل الوافدين الجدد للفريق ما شاء الله المدرب عنده وعي دي أسرة النادي الأهلي الروح الوحدة الروح الأسرة اللي الكبيرة عشان كده أنا بقولك إيه لما حد أنت بتقول الأهلي بيجيب اللاعب اللي هو شايف أنه عايز النادي الأهلي الأهلي عمره ما ضغط على حد جابه غزبا عنه حتى فين جوم كبار في يوم الأيام نجم كبير من نادي منافس اعتذر وقال يا جماعنا آسف أنا وقعت بس يعني برجع حساباتي وكده قالوا له تفضل وكانوا سعداء بصرحته واحترموا موقفه وسهلوا له مهمة أنه يعني عنده أي حرج من أي نوع مع جماهيره مع نادي يعني نادي الأهلي تفهم ده وحضرك فاكر طبعا أكيد طبعا أشاب نقولش يا اسماء فأقولك اللي بيحب الأهلي اللي بيحبه ليه إما أنت كون عايز تيجي الأهلي بيجيبك لو أنت عندك أي حاجة مثلا فيها عوامل مثلا مؤسرة عليك أنت مجيش والأهلي شاب مضغوط خلاص خليك في المكانة بتاعتك وربيني وفاك إنما أنت عايز يجيي النادي النادي بيجيبه بالطرق المشروعة بالطرق بتاعت المبادئ والقيم عمره ما يتخلقك لا ويتمسك به ويدخل في السباق قوي جدا للتعاقد مع طرمال دعائم أعلن عن رغبته في الوجود ما جايش السنة دي بيجي السنة الجاية عندك الرغبة الأهلي بيفضل معك لحد ما يجيبك تنضم للعشق اللي أنت بتنتميله أو اللي أنت بتحبه ما بيحرمكش من الأمنية اللي أنت عايزها لكن زي ما حداك قلت الأساس اللعب يكون على يقين إنه عايز يبقى جزء من الكيان ده عايز يبقى جزء من النادي طبعاً طبعاً أنت حابب الأهلي يحبك ويجيبك مهما كانت العوامل اللي تكون مؤسرة أو ضد أي حد بيحاولوا بيجيبوا للأهلي القادر إن يجيب أي حد طالما الحد ده حابب المكانة دي ويكون فيه الصفات بتعدينا دي الأهلي هل حداك شايف إنه كمان له تأثير إيجابي على أداء الفريق وتماسكه وتطوره في الفترة الأخيرة البعض الإنساني والاجتماعي اللي مركز عليه اللي صارت في تعاون مع اللاعبين أكيد ما دي من عوامل أو أسباب النجاح قلت لك هو واخد من منه الجزء قصة الفريق العيلة الوحدة العيلة الوحدة يعني إيه لما يكون فيه عيلة وحدة أو أسرة وحدة ما بتفرقش بين أظهر واحد في الأسرة وأكبر واحد في الأسرة فكل دي بتتصب في الحب ده بيولف محبة وبيولف مكاسب كتير الانتباء ما بيجيش من فراغ لما أنت بتعامل بتعقل في الملابس زي كابتن الفريق ما فيش فرق في النادي الأهلي كل الناس سوا سية ما الحب ما بيجيش ألا من الاستقرار والمحبة دي زي بيقولوا يعني صعب تشتريها بالمال بتشتريها بالتعامل بالمحبة بالإخلاص فكل المنظومة إن شاء الله ربنا يكتب لها النجاح من أول فريق كرة مجلس إدارة كل المسؤولين في النادي الأهلي بسبب الانتماء والحب الموجود من أسرة النادي الأهلي ومن الملاحظات الحاجات اللي لفتت نظر الجميع عن لسارتي وشخصيته طبعته أنه رجل يعني بيحب شغله جدا هو هارد ووركر وبيعود في النادي أوقات طويلة جدا يشتغل ويسجل ملاحظات ويدون أمور فنية قبل وبعد التدريبات بيروح بدري جدا عن معادة التدريب وبيمشي متأخر جدا بيظل في النادي ويشوف غرف الملابس والمدرجات ويفضل في الملعب وقت كبير يعني هو واضح أنه بيحب النادي جدا وسعيد بوجوده في الكيان ده جدا وبيحب شغله جدا لأنه حبيب المكان أنا بشوفه على طول في النادي بييجي بدري أه حضرك تحكيلنا كمان أه الجهاز كله بيجي بدري كابتن سيد وهو كابتن نيوز كل الجهاز الفني فدي برضو بتدي له استقرار أكتر إما تكون أنت المعايشة أكتر من فترة التمرين ما ممكن مداري بيجي ساعة ونص أو ساعتين اللي ربع بتاعت التمرين بيجي يدرب ويمشي أه فين الانتماء فين الحب لما لو يكون متعايش بيشوف كل صغيرة وكبيرة بيقدر يتعامل بحكمة وبحنكة مع أي حاجة بتقابله والحاجات دي كلها في الآخر بتولد استقرار بيولد نجاح بيقى ملمة بكل حاجة لو طلبت من حدك توجه رسائل سريعة جدا لمجموعة من الأسماء هنختار مجموعة أسماء على سبيل المثال لحصر أن النجوم طبعا عددهم كبير جدا الحمد لله في صفوف الفريق الأول حسين الشحات تقوله إيه حسين الشحات بقوله أنت ربنا حق حلمك وانضمت للنادي الآلي النادي الآلي قيمة وقامة حافظ على تشيرت النادي الآلي وانت عندك الكتير تعطي للنادي الآلي زي ما النادي الآلي يعطيك انت عندك الكتير تعطي للنادي الآلي انت عندك إمكانيات كبيرة جدا والنادي الآلي وجميل النادي الآلي متعشم فيك في حاجات كبيرة جدا رمضان صبح رمضان صبح بقوله أنت من أفضل لعيبة الكورة في مصر بس عايزين نشوف رمضان اللي كان قبل ما يحترف الرمضان عنده إمكانيات كبيرة جدا وما فيش حاجة نقصها غير طبعا توفيق ربنا وإن شاء الله يعود بكوة رمضان مكسب كبير جدا جدا انضمامه للنادي الأهلي في يناير ومجلس الإدارة والمسؤولين عن ملف الكرة في النادي في مقدمته الكابتن الخطيب والجمهور والإعلام متوقع الكثير بالتعاقد أو بعودة رمضان صفحي على سبيل الإعارة الناس متوقعون منه كتير أوه أكيد بدليل أنهم جابوه وحطين عليه أمال كبير جدا جدا أنه هو يكون متوجد ويجيب بطلاط للنادي الأهلي إن شاء الله اللاعب اللي أثار ضجة كبيرة جدا وكنا بنسأل في كل ما كان في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأهلي هو مستمر وللأ إلى حين ما حاسم النادي هذا الأمر وحاسم لصرتي وجوده وتسجيله في القائمة الأفريقية أجاية أجاية ده طبعا يعني أنا لما تصاب زحيلت جدا جدا عليه لأن الفترة اللي قبل ما تصاب كان عامل حالة فنية عالية جدا في تيم النادي الأهلي ومكسب كبير وكرار صائب أن النادي الأهلي تمسك به ويسجله في القائمة الأفريقية دي رؤية فنية يعني إيه الإدارة أو الجهاز الفني أو المدير الفني عندهم سكة كبيرة جدا جدا في إمكانياته وأنا بحييهم أنهم هتمسكوا به وهو مكسب كبير للنادي وأنا بقول له إن شاء الله ربنا يعوضك الفترة اللي تصابت فيها وترجع للحالة الفنية اللي كنت عليها قبل الأصابة هو مكسب كبير للنادي الأهلي محمد محمود محمد محمود بقول له يعني العين صابتك بس إن شاء الله ربنا ينجيك الفترة اللي جاية وترجع لحالتك وتطلع تتعافى من الأصابة ده من المكاسب برضو اللي نادي الأهلي جابها وكانت صفقة ربيحة جدا جدا لعب في السن ده وكان في منتخب مصر هو في دجلة وعنده إمكانيات فنية عالية بس طبعا الإصابة ويؤدي بثقة من أول مباراة شارك فيها مع الأهلي حتى لو كانت النتيجة ما كانتش أفضل شيء أو سيناريو كانش في صالحنا بس الحقيقة كان أداءه فيه ثقة كبيرة جدا الولد موهوب وعنده موهوبة كبيرة جدا بس الإصابات دي بتاعت ربنا ما حدش يقدر يدخل فيها بتمنى إن شاء الله يرجع من الأصابة يبقى عنده الدافع والحفظ هو عنده الدوافع لو جاي النادي الأهلي فأقول ما إن شاء الله يرجع من الأصابة ويتعالج هيبقى أضافة للناس اللي موجودة لأنه لسه سنه صغير ولعب منتخر لا مش هتأثر لأن الحمد لله أنه هو صغير لكن فنيا مكسب كبير مكسب كبير لأنه عنده رؤية فنية في الملعب وبصير كويس وإن شاء الله يكون إضافة لما يرجع بالسلام إن شاء الله أثنائي لأنه شايف ظروف تعاقد معهم ومشاركتهم في الأهلي بشكل أساسي فور تعاقد معهم متشابهة ياسر إبراهيم وحمد فتح طبعا الاتنين دول برضو من المكاسب أو من الصفقات الربحة اللي نادي الأهلي جابها مركز ياسر الأهلي كان يحتاجه لفترة الأخيرة بسبب الأصابات مركز حمد فتحي لعب الوسط فيه ميزة كويسة إنه كورتو كويسة جدا جدا يعني حتة الديفندر بيعملها كويس حتة لما يكون معاك كورة بين الفرقة للتلت اللي فوق بيعملها كويس بدليل هدف في الماتش الأخير أحرز هدف عنده إمكانيات كويسة بدليل إن أهلي جابه موجود في تيم النادي الأهلي نفس الكلام لياسر إبراهيم في الحتة اللي وراء في قلب الدفاع الأهلي كان يحتاجه بسبب الأصابات هيكون إضافة وياسر عنده كتير اللي يقدمه للنادي الأهلي أتمنى عليهم يحافظوا على تشيرت النادي الأهلي يكون جادرين به وبإذن الله يلعبوا بفترة كبيرة في النادي ويرفعوا اسم النادي الأهلي ماذا تقول اللاعب للجمهور على ثقة في قدراته بلا حدود رغم ابتعاده ومعاناته لفترة طويلة جدا رامي ربيع رامي بقول له ربنا الحمد لله رجعك بالسلامة للفرقة تحمل الكثير سواء من الإصابات أو النقد اللاعب دوة عنده مؤهلات بتخليه في تيم النادي الأهلي أساسي سواء في قلب الدفاع في فترة من فترة لعب نص ملعب اللي هو متأخر زي حسام عشور عنده إمكانيات كبيرة جدا جدا بقول له ربنا عوضك على الفترة اللي انت بعيدت فيها عن الملعب وترجع في حالك ويسة جدا جدا وتكون إضافة للمكانة بتاعتك في النادي في المركز بتاعك اللي في الملعب وإضافة للفريق إن شاء الله بإذن الله أخيرا الحديث عن يعني الرسائل السريعة اللي بتوجيها لبعض نجوم الفريق من أجيال مختلفة صنع الألعاب اللي ظهر بقوة في الفترة اللي فاتت وبدأ الجمهور كمان يرى إنه من الأوراق الأساسية ومن الأوراق الرابحة في الفريق شايف فنيا إزاي ناصر مهر ناصر من مباراة المباراة ومستوى بيتقدم جدا ناصر لما تلق أعارة لما كان برا النادي كان برز بمستوى عالي جدا جدا لما جي النادي طبعا في الفترة الأولية كان لسه على مخاد مباراة الفترة الأخيرة بيلعب لعب مباراة كتير وسجل أهداف كتير عنده إمكانيات عالية ومكسب برضه من ضمن المكاسب إنه هو كان فعارة ورجع إضافة للنادي الآلي وبإذن الله يحجز مكانه برضه في المركز بتاعه عنده إمكانيات كبيرة جدا بس عايز شوية برضه تركيز من ناصر نفسه عشان نشوف أبو تريكا نشوف الناس اللي لعبت في المكان ده لأنه عنده إمكانيات عنده بصير كويس في الملعب بيوصل المهاجمين بيحرز أهداف عنده يعني مؤهلات فنية تؤهله إنه هو يبقى أحسن من كده فيما الوقت والمشاركة والخبرات بتبان أكتر ما دي بتجي من المباراة عدد المباراة والمشاركات على طول مستوى بيقلة بإذن الله معاتيم النادي الأهلي بس هو مستوى كويس جدا ومكسب إن شاء الله الفترة اللي جاء للنادي بإذن الله طيب كانت نصدي لجنة اكتشاف المواهب عايزين نتكلم مش عن عمل اللجنة عن فكرة اكتشاف المواهب في مصر بالنسبة للنادي الأهلي فيه أراء بتقول يا جماعة نفسنا نسمع أراء للنقاط كبار يعني منهم على سبيل المثال ناقدنا الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي وعدد آخر من النقاط الرياضيين والإعلامين الرياضيين بيقولوا نفسنا نشوف إعادة تجربة وجود الكشفين في المحافظات يختاروا أفضل العناصر في مصر ويتعمل لها برنامج المواهب الحقيقية وتعمل لها برنامج معيشة وإقامة وتعليم وتدريب للنادي الأهلي لده فنيا إضافة وحيمثل ثروة مالية وتسويقيا واستثماريا مستقبلا حظاك رأيك هي بس يختلف جزئية بسيطة حتى دي الاكتشاف أو أن يجوا تمرروا الواحد يوم أو تعملوا برنامج الواحد يوم دي بتبقى صعب جدا بس الاكتشاف أن كل واحد إحنا بنشوفه في اللجنة بيجي على الفرقة بتاعته يعني مثلا لو واحد مواليد ألفين بيجي على ألفين ألفين واحد بيجي ألفين واحد أي عمر أو أي فئة في النادي إحنا اللعيبة دي بتيجي في الفرقة بتاعته طبعا باللعيب لما يكون بيلعب في نادي غير النادي الأهلي تبقى الأمكانيات أقل فيه مواهب كتير لما حد بيترشح وإحنا كابتن محمود بيرشح أنه إحنا نشوف حد فيه كابتن ناجي خليل وكابتن حمدى برادي وأنا موجود معاهم في اللجنة بنروح نبص أي حد بنشوف مستوى أهله أنه هو يتضمن للنادي الأهلي وعنده الإمكانيات وبعدين الرؤية الفنية بتبقى المستوى البعيد إذا ما تروحش تجيب العيب عشان مثلا يجي يلعب فترة ويمشي هو اللي كان بيطرح الفكرة دي كابتن صديق بيطرحوها النفس سن صغير جدا بني أدور على اللعب الموهوب اللي هو بجاهزه منه عنده عشر سنين واثناشر سنة تدريجيا لحد المرحلة اللي عنده 15 سنة اللي يقدر يبدأ فيها يشارك في المسابقات بنتائج أكيد أكيد المواهب دي موجودة وفي عندنا في الندي الأهلي مواهب في السن اللي حضاك قلت عليه سواء كان 2010 أو 2011 أو 2009 دول بيلعبوا دول ما بيلعبوش بطولات بيلعبوا مهرجنات بعد كده كل واحد بيروح على الفرقة اللي هو فيها منافسات اللي هي مثلا زي 2005 أو 2006 لما بيتصعد بعد كده بيلعب بطولات اللي هي المسغرة دي بتاعت منطقة الكهيرة بعد كده بيطلع للمستوى الأعلى الفترات اللي بيجوا فيها النادي الأهلي أكيد مستوى بيأعلى بيشتغلوا مع مدربين زو كفاءة وعندهم ميكانيات وعندنا قطاع قطاع كبير بقيادة الكابتين فتحي مبروك فيه مدربين على مستوى عالي جدا اللعيبة دي كلها لما بتروح فرقها كل ما بيشتغلوا مع الفرق بمستوى بيأعلى في النادي الأهلي بيبقى طبعا فيه لعيبة بتكمل يكون عنده المؤشرات إنه يطلع فريق أول حسنا مش كل الناس اللي هتيجي في النادي الأهلي هتلعب فريق أول إنت لو عندك مثلا لما أخذ يعني إيه 500 لعيب يعني لو لا يطلع عدد كبير جدا الكثير هاخد منهم كام لعب مش هنشتري واحد من بره بس لازم التدعيم ما بيجيش من فراغ بيجي لصد النواقص واحتياجات الفريق اللي هي مستعجلين عليها طب إشكالية الموهبة واكتشافها في ظل الأعداد الكبيرة اللي بتتقدم للنادي الأهلي سواء بقى في قطاعات الناشئين أو في قطاع الناشئين في النادي أو في الأكاديميات ما فيه إزاي نقدر نختار مع العدد الكبير ده أفضل آه فيه رؤية للاختيارات الاختيارات طبعا سواء في القطاع أو بالنسبة لإدارة اللجنة عندنا احنا بنبص على اللعيب اللي هو فيه إمكانيات إن توهيله لنضم النادي الأهلي سواء الحتة الفنية سواء الحتة البدنية بيخش النادي الأهلي عن طريق كابتن فتح مبروك في القطاع الكرة هو برضو بيصدق بعد الرؤية بتاعتنا الفنية وهو بيهم بياخدوا قرار وبقى فيه انضم للنادي ففي اللعيبة الحمد لله فيه مواهب وفيه عناصر كتير موجودة في النادي الأهلي سواء اضمت عن طريق النادي أو عن طريق اللجنة كلها إن شاء الله تبقى إضافة للنادي الأهلي للفترة اللي جاية فكل الفئات العمرية وأنا بنتمنى نشوف لعيبة كتير لأنه برضو الإدارة مجلس إدارة والناس المسؤولين على الكرة في النادي عايزين يبقى فيه لعيبة كتير ينضموا من قطاعات الناشئين للفريق الأول لأن احنا مش هنفضل طول عمرنا نشتري بالأرقام نشتري مثلا عشر لعيبة أو خمس لعيبة لا بإذن الله بإذن الله الأهلي عنده مواهب كبيرة وهيفرز لعيبة كتير للفريق الأول الفترة اللي جاية والنادي كله بيشتغل عليها سواء القطاع الناشئين سواء الفريق الأول سواء إدارة اللي اكتشاف في المواهب كل الناس المجموعة كلها بتشتغل على اللي احنا نوفر اللعيبة إن هي تكون موجودة في المكانة دي كله بيصبح بالمصلحة الفريق إيه أكبر عربات أو مشكلات اكتشاف المواهب إيه الحاجة اللي بتصعب مهمة إن أنا ألاقي المواهبة المتميزة جدا أو بالنسبة للنادي ما فيش صعوبات النادي الأهلي موفر لنا كل حاجة كلجنة كأدارة موفر لنا كل إمكانيات إن احنا نجيب لعيبة تنضم للنادي إحنا بنجتهد في كل مكان طبعا مش عايزة أقول طبيعة العمل يعني في حاجة دي آه في حاجات لسه مش متفق أن يعلن عنها يعني ما ينفعش أتكلم عشان فيه إدارة مفهوم طبعا لا اللي متاح عرضه على الرأي العام إنما لما كأدارة لما نشوف حد كويس في أي مكان ما بنتأخرش إحنا عندنا الحمد لله إحنا موجودين كلنا في النادي الأهلي أي حد بيكلف إن هو يشوف حاجة بيروح وبييجي وبيكتب تقريب الكابت المحمود والشغل موجود هو بقى فيه لجنة مسؤولة عنه إنما في حاجات تانية ما ينفعش الواحد مثلا إيه إن نتكلم فيها أو ما عرفش أقولك إن ده بيجي إزاي أو ده بيجي تطبيب لا فيه أمور كده فيه تفاصيل مش للرأي العين أنا بكلمك على الأمور الفنية كواليس للعمل نفس لكن حاجة بتؤكد إن أنتو النادي الأهلي عنده سياسة حاليا إنه أي لعب يتم اختار النادي الأهلي إنه قد يكون موهبة تضيف للنادي مستقبلا ممكن يذهب أحد الخبراء المكلفين من اللجنة دي لمتابعة تقييم اللعب في أي مكان زي ما تفضلت وقلت في أول البرنامج اللي هو يكون حابب النادي الأهلي لأن كثير فيها عناصر مثلا مميزة وحاجات كوية لعبة كويس ممكن أنت عايز يقول لك لا ده بابا عايز يؤدي لإسماعيل أقوله تفضل روح لإسماعيل مش هنجيب حد غصب عنه بعد المؤصفات الفنية ورؤية الفنية أنت بتسأل اللعيب أو تسأل وليه الأمر حابب أقول لك أنا حابب طبعا النادي الأهلي نادي كبير أي حد يتمنى ييجي بس برضو لازم أن أنت حابين أن أمور تبقى ماشية بشكل كويس طبعا الولد وأسرته الكل حابب وجوده والحمد لله ما فيش أي معوقات قدامنا ما فيش حد نتكلمه أو لسه إن شاء الله هنكلمه بعد كده اللي ما يكون حابب أن ينضم النادي الأهلي النادي الأهلي صارح كبير ده بقى أساس للاختيار طبعا طبعا وبرضو الإمكانيات هي اللي بتفرض نفسيها عليك طيب حننتقل للحديث عن منتخب مصر واستعداداتنا هذلك تعلم دلوقتي مصر في فترة تتولى فيه هذا العام رئاسة الاتحاد الأفريقي وبتبحث فيه كيفية الوصول لأعلى فرص الاستثمار والتطور الاقتصادي من خلال التعاون مع الدول الأفريقية والتعاون الدولي من خلال تعاون مصر مع أفريقيا كمان كمدخل كمان لتعاون أكبر لمصر اقتصاديا مع المجتمع الدولي كله ومش بس القارة الأفريقية فرص كاس الأمم اللي جاية هذلك شايفها ازاي وما يجب أن تكون عليه هذه البطولة وهي بتقام على أرض مصر بتاريخ مصر الرياضي والكروي مع كمان مكانتنا الأفريقية في هذه المرحلة طبعا حقا كويسة جدا أن مصر تنظم كاس الأمم الأفريقية وهي احنا ما كناش ننظمها يعني الحمد لله نوقع الاختيار على مصر أن يتنظم بطول من البطولات السابقة حقاية نجاحات سواء مكاسب كتيرة جدا سواء سياحية فنية مادية لحتة الفنية احنا خدنا البطولات اللي كانت بتلعب في مصر وعملنا حالة كبيرة جدا جدا في 2006 مع كابتن حسن شحاد الجماهير عودة الجماهير للبطولة الأفريقية بتدي شكل كبير جدا ورونق للكرة المصرية احنا مصر دي يعني زي ما تقوله ايه على الساحة الأفريقية بنتصدر في كل حاجة سواء في المنتخبات أو الفرق ولينا بقى طويل جدا جدا فكننا احنا ننظم البطولة دي هنا عندنا من اهم المكاسب اللي هي يتعود علينا احنا كمصر وانما بالنسبة للفريق القومي بتاعنا منتخب مصر المنتخب انا شايف الفترة الأخيرة ماشي بخطة سابتة والمدرب الفترة اللي هو استلم فيها يعني اعمل شغل كويس مع المنتخب والعناصر اللي دخلت جديدة على المنتخب وفيه ان شاء الله يضم عناصر تانية لان تعرف المنتخب زي الاندية يعتبر حصل فيه إصلاح تجديد يعني ان انت فيه لعيبة بطلت مشت من المنتخب فيه القومي الأساسي مثلا موجود الناس اللي كانت موجودة زي صلاح والنني والترزيجي الناس اللي موجودة والشناوي ففيه عناصر تخش جديدة على المنتخب المنتخب لازم يستعد كويس للبطولة عشان ديه في مصر ما ينفعش تبقى عندنا طب خلينا نتكلم الأول في أول نقطة حداك أشارت إليه قبل من نتكلم عن أفضل طريقة للاستعداد فرص التغيير في صفوف المنتخب في الفترة دي خلال الفترة القصيرة اللي هتسبق كاس الأمة إلى أي مدى فيه لعبين جدد من الدوري المصري عندهم فرصة يدخلوا على تشكيل المنتخب أو على مجموعة لعبين في منتخب مصر فيه لعبة في الفترة الأخيرة برزت في أكتر مكان يعني مثلا فيه لعبة يعني الحمد فتحي ده لما يشتغل مع النادي ألف أكتر من وراء هتبقى فرصته كويسة جدا عام رسولية إن شاء الله يكون موجود هو كان ياخده لولا الإصابة اللي هي حرامته أنه ينضم الفترة الأخيرة فيه بعض اللعيبة في الأندية التانية يعني مميزين جدا جدا بس الرؤية الفنية أنا مقدرش أفرد حد على المنتخب ده جهاز يعني يعني برضو فيه لعيبة في الأندية مثلا زي الزمالك زي الإسماعيلي زي براميدز ممكن يكون لهم تواجد الفترة الجاية في المنتخب بس أنا مش عايز أقول أسماء أو حد بعينه أنا مش بفرد آه طبعا حضاك بتقول إنك بتاتها وقت آه إنه يبقى فيه بعض التغييرات في الصفوف المنتخب قبل كاسرهم فيه انضمام لبعض اللعيبة الفترة الجاية ويكونوا مكاسب للمنتخب يعني حضاك شايف إن فيه على ناصر مميزة كتير ظهرت في الدوري المصري في أكتر من نادي سواء في النادي الأهلي أو في بعض الأندي آه في كل الأندي فيه مثلا في الاتحاد السكندري فيه بعض الفرق عشان أنا مش عايز أقول فريق عن فريق بس دي الرؤية الفنية في الاختيارات بتبقى تتصب فيه فين عند المدير الفني وجهاز المعاون اختروا كويس وفيه بعض النواقص في المراكز إنه لازم يدعموها كويس هيحققوا نتائج إيجابية في كاس الأمة الأفريقية لأنه احنا بنتمنى إنه نتكون في ملعبنا إنه نحقق البطولة دي بطولة غالية وإضافة لنا في تاريخ المنتخب المصري هو كان يتكلم في البداية الجهاز الفني ومدير المنتخب وأجاري المدير الفني عن رؤيتهم إنهم كمان بيجددوا منتخب مصر وبيبنوا فريق بيعملوا عملية إحلال وتجديد للمستقبل كان التركيز على معدلات الأعمار الأقل بدليل عدم الاستعانة بنجم زي وليد سليمان وقت ما كان سليم في الملعب وكان مؤثر جدا ووليد اعتزر قبل إصابته لحد ما اعتزر وقال أنا بعتزل للعبة دولية لأنه تقريبا يعني أحبط من عدم الاستعانة بيه رغم ما قدمه كان النجم النجوم في الدوري المصري في الفترة اللي فات حقاك شايف إنه ممكن يعيدوا النظر في الفكرة دي ويستعينوا باللعبين تصرف النظر إنه وليد مصاب حاليه اللعبين الجاهزين حتى لو كانوا أكبر سنًا أوه بس حسب احتياجات الفريق يعني حتة مثل باكرايت لو أحمد فتحي رجع وحالته كويسة جدًا جدًا حتى لو اعتزر على العب الدول لما الحضري اعتزر على العب الدول بس ممكن ياخده لو عايزه هياخده حتى لو يكون بديه عكس أعتقد مع انتقال الحضري لنجوم المستعبل قال إنه بيتمنى متابعته من الجهاز الفني للمنتخب مصر عشان كان عنده طموح عنده طموح بسي ما قلت لحضرك الفترة دي فيها أحلال وتجديد لبعض المراكز بس افرد واحد عدت 30 سنة وعنده خبرات كبيرة ومثل المنتخب بطلاق كتير وتواجده يكون ضرورة المنتخب ياخده عس السنة ده أنا ناديت كتير إن وليد سلمان كان يروح كان في أفضل حالاته كل الناس فأنا اتفاجئت إن وليد اعتزر لما العيب يعتزر شل الحرج عن المدارب المنتخب بس العيب بيلعب أساسي في المنتخب حصل له ضرب وحصل إصابة ورجع لحالته الفنية العالية أنا شايف إن أحمد فتحي في مصر لو بيلعب المدارب اللي جاية أساسي ورجع لحالته الطبية لازم يكون موجود هتبقى من أهم الأسئلة اللي قبل كاس الأمم عن أحمد فتحي ومحصيره مع المنتخب في كاس الأمم الجاية طبعا السن في موجهة عناصر أصدر سنا وخبراته الكبيرة كلاعب دا حقه يكون ليه تواجد يكون موجود في المنتخب من تتيجي حتى تشوف حتى لو فيه فرود مثلا حتى لو كبير شوية بس بيقدي خده بس دا كمان من تلي كابتن صدي أعتمد على جاهزية فتحي أو رجوعه لفورميتو بسرعة في الملعب من قلت حتى لك كابتن محمد لو فيه مشاركات ورجع لحالته الفنية العالية يبقى هو مؤهل يبقى حالك هنا عايز استبعاد عمل السن خالص لا السن لا لو اللاعب جاهز قدامي قبل كاس الأمم حالك مش عايز عمل السن يدخل في مصر ما فيهش بقى دول أفريقية وهتسافر من هنا وهنا وفيه آي جاد البطولة موجودة عندنا في القايرة ودي برضو بتديك باور في وسط جماهيرك بتديك انطلاقة وانت بعندك الحافز وعندك الدوافع بتلعب في وسط جمهورك وفي ملعبك يعني أحمد لما يلعب لو حتى تاخد منه شوط أو مثلا ستين ديئة سبعين ديئة بس أحمد فتحي لو نزل ملعب وخد مباراة كتير مع نادي الألي أنا بقولك ممكن يتضم بس بشرط أنه يشارك لكن في بداية كلام مع حضرتك إنما لو ما بيشاركش أنا بقولك صعب يشترك لو ما بيشاركش في البطولة صعب يشترك ففيه لعيبة كتير على مستوى أحمد فتحي لو تتضمها تتضم الرؤية الفنية فيه بقى رأيين هنا فيه ناس كتير بتقول يا كابتنصدي الخبرة لها دور وكم لاعب من نوعية وخبرات أحمد فتحي يكونوا مؤثرين جدا في الملعبكة الأمة فيه ناس بيقولون أنا بتجدد منتخبي بيكمل في نفس الاتجاه واعتمد على المعدلات الأقل في السن عشان الفيزيك الفتنس والسرعات وبنواجه فرق دايما التمييز عندها في الجانب البدني أنا معي صعب اللي حضرتك بتقول ده يتطبق على الحداشر آه طبعا لا هننكلم في مزيج من العيبة ممكن العيبة الموجود الأساسي كلهم سوار السن تريزي جي صلاح النني رمضان لما كان موجود كل الناس اللي هيا سوار وردة يعني كل العيبة اللي كانوا موجودين كانوا صغيرين لما تخش فيه موانصر أو موانصرين كبار ما يشيروا الفرقة ما فيه بعض وما يبقاش معدل أداء الفرقة البدني أقل ما يبقاش مؤثرين غير فنيا الخبرة تبقى بتزيد يعني في مالك وفنيا هم أهلين جدا فدي بتعوض فرق السن مع السن ممكن يكونوا كلهم سوارين ما حدش عنده كفاءة بتاعت مثلا أبو تريك أو زي بركات مابو تريكة وبركات وكان واق الجمعة تصير سويرة واخبال حضرتك فالمنتخب لما يكون فيه أحمد فتح واتنين زيه التمانية يشيلوهم واخبال حضرتك مفهوم في الجانب البدني فجرة أنه متوسط أو متوسط الأعمار في غلبية اللاعبين أقل تبقى أقل وهما تكتكيب هما بيلعبوا بخبراتهم وبيقفلوا الملعب وده له دور بقى فني في الملعب والخبرات بقى إيه اللي موجودة عنده بسخارة لمصلحة الفرق مش هينزل من أول دقيقة يعمل سرعات ناحة اليمين ويعمل أفرات هو في السن ده وبيلعب عليه لعيب مثلا أفريكي صغير فهي وسطا نفسه يبقى عنده توازن في الأداء حتة السن حتة الخبرة بس يبقى فيه مكسب للمنتخب أنه واحد في الملعب تقيل حضرتك كنت بدأت من شوية تتكلم عن استعدادات منتخب مصر ويجب أن يستعد حسب كلام حالك بأفضل شكل للبطولة إزاي؟ في ناس قالت نعمل حاجة منفصلة والمنتخب ينفصل تماما الدوريين عن بطولة الدوري في ناس قالوا أفضل شيء هو المباريات الرسمية والاحتكاك في بطولة الدوري وأعتقد أن الأمر حسم ووزير رياضة دكتور أشرف صبح قال أنه كل ما أثير عن الاتجاه أو النواية لإلغاء الدوري هو شائعات لا أساس لها من الصح حضرتك شايف إيه أفضل شكل استعدادات؟ أحسن خطوة أن الدوري ما تلغيش لأن من أهم المكاسب للعيبين بطولة الدوري أو بطولة الكاس أو المشاركات اللي هي اللي برا دي بتدي اللعيبة إمكانيات أعلى ما يكون الدوري مش موجود وبتلعب مبارات ودية لأن احتكاكات مبارات الدوري اللعيب بيبقى جوزيته عالية جدا فورمة كويسة جدا فنية وبدنية فدي بتبقى موجودة بتدري ارتاحية للمدير الفني بتاع المنتخب هتعمل مبارات ودية وتيجي توقف الدوري هنقع في الحتة دي ممكن تقلل شوية بس كمان هتوقف الدوري ولعيبتك الدوليين مرتبطين مع عنديتهم المحترفين يعني بلعبه بره في بطلاب بره لا الدوري شغال اللي بره بيلعب عنده مشاركات بيستفيد اللي في مصر بيلعب بطولة الدوري واللعيب الفتنس بتاعه بيعلى وجوزيته بتبقى عليها جدا جدا وبتبقى بفير تحيي المدرب إنما أنت لو جيت عملت إقاف دي مش كويسة وأحسن حاجة عمله دكتور عشف صبحي وزير راضي قال إن الدوري لن يتم إلغاءه إنه هو ملغاش بطولة الدوري كده دي مش هتعود بالانتفاع أو بالمكاسب لا كده دي أتوقع اللعبين فلازم نكونوا في الملعب اللي هو أحد رجليه في الملعب دي أحسن من لو عايز بقى ييجي قبل البطولة بحاجة بسيطة يعمل مباراتين للمنتخب مع فرق قوية ما فيش أي مشكلة إنه عشان يثبت التشكيل اللي يلعب به أو يتبع عنده رؤية الأخيرة للفريق الأساسي اللي يلعب فيه البطولة وعنده البودر اللي مجاهزه إنما توقيف البطولة كان مش عود عليه بالمنافع لا كان يبقى فيه خسائر بالنسبة للعيبة مع من يتنافس منتخب مصر على لقب كأس الأمم الأفريقية القادمة وفيه طبعا المنتخبات كلها قوية جدا يعني سواء كاميرون أو ناجيريا أو كود فوار أو جنوب أفريقيا المغرب المغرب الشمال أفريقيا بس دول فرق قوية جدا تونس والمغرب وجزائر لما بيكونوا مشتركين في أي بطولات أفريقية دول واحد بيعملهم ألف حساب الكارة السمراء كلها فرق قوية جدا جدا وبعندهم لعيبة على مستوى عالي بس طبعا أنا منتخب مصر السنغال كمان من المنتخبات اللي أدعها في الفترة أخيرة قوي جدا منتخب قوي جدا بس تبقى فيه فرص كبيرة جدا لمنتخبنا إن عشان برضو البطولة في ملعبنا رغمنا نحن لعبنا مع الفرق بره مصر وخدنا بطولات قوية جدا يعني ساحل العاق كان عندهم لعيبة كلهم محترفين 25 لعيب محترف وتكسب ساحل العاق تكسب الكاميرون بفيه إمكانيات عالية جدا جدا تكسب نيجيريا منتخب قوي جدا الفريق المصري لما يكون متحضر كويس بدنيا وفنيا وفيه وفرة لعيبة كويسة ما تخافش عليه مع أي فرق أفريقية الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني المنتخب المغرب بيقول في تصريحات للصحف إن مصر منتخب مصر هو الأقرب وهو المرشح الأول للفوز باللقب وإنه بيستبعد في تصريحاته فوز منتخب المغرب بهذه البطولة شايف إزاي التصريحين خلينا نتكلم عنه مشاكل لا مش معاه في التصريح التصريح إن مصر لأ أنا بقول لك بتمنى مصر على ملعب تاخد البطولة وعندنا منتخب قوي بس لما تتكلم كده قبل بطولة صعب ممكن نيجي في الأول وما نكملش حضرك مش ميال لرفع سقف الطموحات عشان ما نعملش عبق على اللعب وهو بيشيل حمل ده بقى هو عمله مع منتخب بلد بيشيل اللود أو العبق على منتخب لأنه أعتقد أنه عنده طموح الفوز فعليا لأنه مدارب كويس ومداري كويس ومنتخب المغرب كويس ووصل معهم لحالة فنية فحضرك عايز تستفيد من اللي هو عمله طبعا هو خبرته عالية جدا جدا في المشاركات الأفريقية وعايز يشيل الدغوطات عم منتخب المغرب فهو خبط التسريح ده فطبعا لما يجي مصر أنتوا هتأخذوا البطولة الناس بقى ترتاح وتنام على حرير بقى أن البطولة بتاعتها لا لنزل تخش البطولة كمنافس زي أي فرقة منافسة خلي سقف الطموحات يعلى تدريجيا مع الأداء والنتائج مع الأداء والنتائج وكيرفي يعلى ما بتكسب مباراة في الجيب التانية راح بطولة أنا أوعد الفوز باللقب يقول لنا أشتغل والنتائج وتخلي الجمهور حتى في البطولة اللي كان فيه توقعات سلبية للمنتخب قبلها 98 وعملنا وفجأات في إجمال البطولة كان قبل يقول لك أني مش ناخد حاجة وكان رايح وبيلعب في أسوان وبيلعب هنا ونايم الناس كلها كابتن جواري وعمل بطولة عيدة وخد البطولة فده هو مدرب زكي تصريح زكي منه بس أبتمنى اللي في مصر ما يمشوش مع التصريح ده ممكن يكون سلب لنا وأجاب لي هو للحديث بقية وإن شاء الله نكون موفقين في مستوى وشكل التنظيم واستضافة مصر للبطولة بشكل يليق بالكرة المصرية وبتاريخ الرياضة المصرية الكبير على المستوى العربي والأفريقي والدولي وأيضا بالمستوى الفني وفرص منتخبنا الوطني في الفوز بهذا اللقب إن شاء الله بشكرك جدا وأسعتنا بوجودك معنا وشكرا لحضرتك على مشاركتك معنا نهاردك كابتن صديق الجمال بشكرك كابتن محمد وأنا كنت سعيد جدا إن موجود مع حضرتك وإن شاء الله بتمنى التوفيق بكرة بإذن الله عشان نرتاح كده في الأول بإذن الله بإذن الله مؤشر نتائج يستمر نحو الأفضل والأداء أيضا على مستوى بطولة الدولي المصري وعلى مستوى مشاركة النادي الأهلي انطلاقا أيضا من مباراة الغد أمام سنبا التنزاني في البطولة الأفريقية أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي للكرة القدم شكرا جزيلا لنجم النادي الأهلي والكرة المصري السابق الكابتن صديق الجمال وعضو لجنة اكتشاف المواهب في النادي الأهلي بشكر حضرتكم مشاهدين على المتابعة ابقوا معنا فقراتنا مستمرة في الأهلي الليلة بعد الفاصل زميلنا العزيز أمير هشام مع نجم النادي الأهلي والكرة المصري السابق الكابتن أبو المجد مصطف